احنا اكيد عندنا العديد من الملفات المحلية والعالمية اللي هنتكلم فيها بس بالتفصيل والمركات والأخير والاستفقات الأخيرة وغيره وخلينا نرحب ضفنا العزيز النقد الرياضي طارق نور صباح الهنة صباح الخير النهوانج وصباح الخير على كل الأهلوية بتيجي انت في أوقات بتبقى ضفنا وفي أوقات يعني بتبقى دقيقة جدا تتويج على طوق التتويج نهائي نهائي أفريقيا توقعنا ساعتها وقلنا صحيح الحمد لله بس بقى يا طارق حبدأ معاك كده على طول إمام عشور ايه ده عرفت زي طبعا حبدأ طبعا بصفقة إمام عشور بقالنا فترة تقريبا أسبوعين الوسط الرياضي كله بيتكلم على أساسها يجي لنا تليفونات كل شوية انتوا في النادي الأهل يقولوننا أولا لا أكيد أكيد ما كنتش منصرح بأي كلام حتى لو عندنا معلومة كنا بنقول لحضراتكم دايما أن نلتزم بالقرار أو التصريح الرسمي من يعني النادي الأهلي وقد كان وبالتالي إحنا تاني يوم على طول بنتكلم في هذا الموضوع أو منذ الدقيقة التالية لكن سمعنا كتير هبدأ معك من أول ما ابتديت أنك تسمع عن صفقة إمام عشور لغاية اللحظة اللي تم الإعلان فيها بالأمس خليني أتكلم معك في ده لو هناخدها من البداية خالص كده يعني خليني يمتطفق معك لا كأهلاوي ولا كنرقد ولا كمشجع ولا كأي حاجة كان حد مصدق أنه ممكن تكون الصفقة دي حقيقة لأنه كان بعيد تماما عن مخيلة أي حد يعني إمام كان في فترة من الفترات هو بيتم تجهيزه ونبقى كابتن بعد كده بعد شكبال يعني هو اللي كان واخد اللي هو الحتة الجماهرية اللي هو النجم اللي هيبقى هو اللي بيقود الجماهير الزمن الكوية فعمر ما كان ييجي في دماغنا إن في يوم وليلة ييجي سكة الأهلي مثلا وما كانش فيه مشاكل بينه وبين الزماني مثلا حتى لما كان مساعد الفرقة ما كانش حد توقع لحد ما بدأنا بقى تنشوف أعمالنا الصحفي يوم عن التاني عن التالت لا الموضوع بيكبر نهور الدنيا الدنيا حمرت به وجاي في ليلة التتويج كمان بص هو صفقة يعني أعتقد وإن شاء الله كلنا عندنا أمل كبير إن هي تضيف كتير للنادي الأهلي وثقين طالما تم خلاص ربط اسمه بالنادي الأهلي إن هو أكيد هيبقى فيه ثقة وفيه كلام كبير وحنشوف إن شاء الله لعب محترم أنت عندك دلوقتي خط وسط للأهلي الأفضل الأفضل خلاص كده خلي حد يعدي مننا سولية يونج إمام عشور مران يعني إن شاء الله يضيف كتير لكن زي ما أنت قلت ما كانش فيه حد أوي قادر يصدقها كانت صفقة وسي صفقة إيه يعني صفقة قاضية قاضية فعلا بتتوقع برضو إن شاء الله الأداء الفترة الجاية بالصفقات الموجودة بالصفقات اللي رحلت بالأسماء اللي كانت أضافت كتير النادي الأهلي لكن يعني أنت عارف كل حاجة ولها نهاية يعني لكن الاسم بيبقى زي ما أنا كنت تقول في بداية الحالة لكن برضو رحيل أيمن أشرف ميكس يوني حمد فتحي طبعا حمد فتحي برضو خلينا نقرأ معاك المشهد حلال يعني خلينا متطفقين الأهلي ما بياخدش موقف أو ياخد قرار ببيع أو شي غير ما بيكون درسه مية في المية أيمن أشرف مفيش حد يقدر يتكلم عليه فنيا أو أخلاقيا 15 بطولة مع النادي الأهلي اسم كبير بالضبط بس جي كولر مثلا قالك أنا أيمن أشرف عندي لو أنا عندي 5 مدافعين هو ترتيبه 5 أنا مش محتاجه خلاص ومحتاج الناس اللي معايا حمد فتحي يمشي فأنت عايز تتعود لأن عندك بطولات قادمة جاية الأهلي هنفس على يعني في كل الأسعاد الموسم الجاي فأنت محتاجك جيبي حد برضك يوازي حمد فتحي يكمل الكتيبة الحامرة دي فجبتي إمام عشور اللي هو من وجهة نظره من وجهة نظر الجميع في مصر كلها هو الأفضل في مركزه وأنا مش عايز أخرج بره بردك قصة إمام عشور غير لما يعني أنا بردك مش عايز أنهي الموضوع وأتكلم حتة فنية بس عن إمام عشور لأن في لمحة تانية بردك أنا مش عايز أخوت فيها بس لازم لأن هو حديث الشرع الرياضي كل دردت في بعض الجماهير الأهلوية وعلى من ناحية التانية بردك بتقول ده نادي المبادئ ومش نادي المبادئ وأنتو اللي بتقول مش عايز إيه وتقوله إيه إزاي تجيبه لعب عمل وعمل 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 وإزاي ما عملتوش ده مثلا مع حسن حسن وإبراهيم حسن وإبراهيم سعيد والحضري ورمضان وكل الأسماء اللي كان لها مواقف مثلا والأهل منع وخد يعني خد قرار صارم معاه أنا عايز أشوف القصة دي بردك وأوجه رسالة كده للناس كلها الموضوع ده مقسوم يعني مش عايز أقول مقسوم هو يعني محورين بيكملوا بيكملوا المنظومة دي كلها يعني إيه مبادئ فهل فيه شيء مثلا مكتوب إحنا لما عملنا ما ناخدش صفاقة هل إحنا عملنا شيء مكتوب مثلا المبادئ دي مجموعة من القيم على مرر السنين كله تم عملها أنت بتقول اللعب 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 اللع لعمره وكان هيكلم أصلاً بهذه اللهجة على الدكاه أي حد هو ده اللي احنا بنتكلم عليه وعلى الجانب الآخر يعني خلينا نقول مثلاً نبعد الإدارة شوي أو نبعد النادي كنادي مؤسسي الجماهير مثلاً يعني إعقاب أنت نفسك تعاقب لعب مثلاً عشان تجاوز معك بغض نظر بقى أعتصر ولا ما أعتصرش أنت عايز تعاقب يعني إيه تعاقب يعني أنا أسألك أنت يعني إيه تعاقب لعب حتاقب يتعمل له إيه ترد عليها حتاقب يتعمل له هي في الأمر في أخي أنا نفسي بس الموضوعي بأبسط من كده إن هي الصفقات إحنا بنشوف أندية عالمية عالمية ولعيبة بقى لهم سنوات طويلة جداً موجودين محدش تكلم بهذه اللهجة أنت بعتنا أنت عملتنا أنت هي صفقات وهي رياضة كل واحد بيبقى مثلاً لو أنا هتكلم عن النادي الأهلي إحنا لينا طبع مختلف إحنا لينا فهم مختلف إبن النادي وغيره بنزعل وبنرفض لما حد يكون ابن النادي ولينا مبادئ معينة في قيم معينة زي ما أنت قلت ما هيش حاجة مكتوبة دي بتطوارث ولكن السفقات وغيره وانتقال اللاعبين ده بيحصل له حد زعل من ميسي ولا شتم ميسي لما راح بي أس جي وعمره كله في بي أس جي في بارسلونة عفوا الموضوع شوية يمكن عند البعض الموضوع ممكن يكون ليه وجهات نظر مختلفة وعلى فكرة تحترم كل وجهات النظر إحنا مش هنعلم حد يفكر إزاي كل واحد برحته جدا يفكر إزاي لكن أنا هتكلم في اللي جاي اللي جاي لاعب إحنا بنتكلم له قيمة كبيرة جدا لعب مصرها قيمة كبيرة جدا النادي الأهل قيمة وكيان كبير جدا أكيد أي اسم بيجيبه بيبقى عارف إن هو حيضيف لي كتير وبالتالي اللاعب حيتم إضافة طبعا في تاريخ إن هو لعب في النادي الأهل إضافة كبيرة جدا فهي win-win situation نتمنى التوفيق إحنا دائما نبصر قدام لا يستوقفنا الكلام اللي أنت بتوله عشان كده أنا حتى عايزة بنركز قوي في النقطة دي طارق لو تسمح خلينا يعني خلينا نتكلم في المهم عندك النهاردة مباراة ويعقوبها تتويج واحتفالية كبيرة جدا حيشاهدها مش بس عشاق النادي الأهلي من الداخل ولا الوطن العربي من العالم كله تعرف النادي الأهلي ما بتكلم عليه ما بتكلم عن نادي العالمي بدليل حاجات كتيرة جدا أخرها لما كنا بنحتفل بالأغنية بتاعتنا العالم كله خدها بعد كده ما تيجي تتكلم عن حاجة دايما بيبقى فيه دلائل من أو شواهد يعني على ذلك وإحنا عندنا كتير فالنهاردة مباراة يعني أعتقد هتبقى برضو في غاية الأهمية البعض بقى يقولك النهاردة النادي الأهلي عايز يخلص بسرعة عشان يحتفل وغيره فممكن ما يبقاش فيه تركيز شديد ممكن يبقاش فيه حرس الحدود فورق كبيرة جدا ترتيب مختلف تماما وغيره لكن برضو هتبقى مباراة مهمة ومارسل كولور ما عندوش حتة إن أنا راجل عملي 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 وقت الاحتفال فرؤيتك لمباراة اليوم رؤيتك للأداء كمان من قبل حرس الحدود النهاردة اللعب إزاي تفضل يعني على الورق ونظريا حتى لو قال الأهلي ما كانش حسن الدوري ولا حتى حرس حدود هبط المباراة قد تبدو مثلا سهلة جدا للأهلي وفنيا برضك الموضوع سهل جدا بس في نفس الوقت إحنا برضك فيه زي ما أنت قلت برضك فيه أجواء احتفالية فيه روتشن فيه برضك فرقة خلاص بتودع ويمكن ده آخر مباراة لها فنفسها تعمل ذكرى حال وحد هل ده مثلا هنقول إن الأهلي مثلا هيفرد في الفوز أو هيفرد في نتيجة إيجابية بغض النظر أنا أشك بذها تماما لإن فيه هدف الأهلي خلص الدوري أوه انتخذنا الدوري وخدنا الدراء وحن إن شاء الله النهاردة هنتوج به بس فيه هدف تاني إن أنت عندك سلسلة انتصارات وسلسلة لا هزيمة أنت عايز تكملها بغض النظر عن الإسم اللي هنلعبه حرص الحدود أو بيراميز أو حتى المصري أنت عندك هدف ترد موراتك جاية حياء أموة برضك بالنسبة لك كأنها مورات كؤوس أنا عايز التراتة بونت أو عايز النقطة على أقل ما تهزمش عشان أخد دوري لا هزيمة اللي هو هتحسب لكولر برضك من دمن إنجازاته مع الفريق فكولر من يوم ماتش آخر المباراة لينا في الدوري أفقل على الفرقة على طول مباشرة فرقة بتتضرب على طول فيه تركيز واضح إن عندنا مباراة جاية نكسب ناخد الدوري بعدين نحتفل نرجع بعدين نتمرن من جديد عشان مباراة برمز وبعد كده مباراة المصر في الختار هيدفع النهاردة كولر بعناصر جديدة ولا لا زي ما عمل طبعا مع المقاولين ودفع بعض العناصر الجديدة والله توقع الشخصي مباراة النهاردة تحديدا هيبقى فيها روتشن وروتشن كبير جدا كمان لذلك وقت أوقع شخصي يعني من قرية المشا لأنه عنده بعد كده مباراة برمز برضك اللي هي برضك إحنا خلصنا دوري بس إحنا قلنا عندنا أهداف تاني مباراة برمز على المستوى الفني أقوى بكتير من مرة حرص الحدود طبعا فأنت محتاج عناصرك الأساسية مثلا علي معلول محمد هاني ياسر إبراهيم اللي هو التيم الأساس أنت محتاجه بقوة شديدة في المقاول برمز مش النهاردة مثلا أنت ممكن النهاردة يعني نعتمد على بعض بعض اللاعبين إنما معظم اللاعبة هيبقل من لعبة تديك اللي هو برضك عنده وجهة نظر فيهم أنه عايزي قيمهم أنت خلاص متشين ثلاثة وعندك هتقدم التقرير عايزي قيمهم معايزي خليهم دائما جاهزين وفي نفس المستوى لأنه هو بيتكلم أنا ما عنديش هو آل كده تحديدا ما عنديش أساسي وبودلاء أنا كله لازم يكون في مستوى الجاهزية في أي لحظة وده مهم جدا وقاررنا الكلام ده بوقت المسلماني لما قلنا مباما مسلماني كان بيحب شوية يركز على سقوات معين بس ده كان ليه سلبيات وبرده كان ليه إيجابيات وبرده كان ليه عصا عيدي التالي طبعا سلبيات ويعني خليني برده نروح معاك لبعض النقاط التانية هل أنها بتكلم دلوقتي أن يعني الاحتفالية النهاردة بإذن الله هل هي احتفالية مختلفة يعني هل الدوري هذا الموسم مختلف إن وجهت نظرك لأن ده بيقولك دايما ونسمع المصطلح ده موسم استثنائي للدوري المصري مع النادي الأهل ليه برده مقايس مختلفة وفكرة أن أنت برده مفيش خسارة يعني لا ده موضوع برده مختلف تزيقف عنه شوية فأنت مش بتحتفل بأي حاجة النهاردة أنت بتحتفل بموسم فعلا استثنائي وغير اللي هو استثنائي بقى أنت الدوري وحشنا يعني مش متعودين هو موجود على طول في الدولاب راح بس سنتين فرجع تاني يوحشنا نفتح الدولاب هو ده جزء من السنائية بتاعت السنائي فرده كان أنت بقى لك فترة الدوري معاصلك معنا أيام مسلماني أنت مسيطرة أفريقيا بس الدوري ما كنتش عفين عرفها تكسبيه وبتواجه صعوبات كتيرة صحيح كل الرجع عادل اتزان تاني الفريق على المستوى الأفريقي أولا ثم على المستوى المحلي احنا شايفين الأهلي اللي كان بيعاني من قيمة سنة مش عارف مش عارف يجيب أهداف في الدوري مش هقول بقى يعرف يجيب الانتصارات لا الأهلي لا أقوى هجوما أقوى دفاعا بلا هزيمة لا ده دوري استثنائي بكل المكاييس وفي موسم استثنائي كمان بأن أنت يعني فول مارك على معظم ما فيش حاجة خسرناها الحمد لله ولسه عندنا كمان يعني سوبر أفريقي وعندنا كاس على مقندية نظل يعني موسم استثنائي موسم استثنائي لحد النهاية إن شاء الله صح صح الفاينل تاتش أو الفينال بتاعنا كان عندنا مشكلة ده اللي أنت كنت بلغتي بتقوله أعتقد إزاي برضو بتشوف فنيا هتكلم فنيا مارسل كولر قدر يتغلب عده خصوصا أنه لما جي في البداية أول كام شهر تكلم أن دي موجودة مشكلة من المشاكل الموجودة مع الفريق وطلع في أكتر من تصريح قالك برضو عندي مزال هذه المشكلة برضو عندي كل مرة بس هي مؤخرا بتتلاشى بشكل واضح جدا إزاي من وجهت نظرك قدر أنه هو يشتغل على دي لأن الواحد كان فعلا بيشوف هو ليه بيحصلك أنا شايفه يعني بصات حلوة جدا لعب حلوة جدا تأسيمات حلوة جدا وبعدين الفينش سيء فإزاي بتنوجهت نظرك قدر يتغلب على ده أنا مش هكلم منك في الفينش تحديدا على قد ما أنا هكلم تطويره في الجانب الهجومي كويس حسين الشحات مثلا واحد من النجوم النادي الأهل السنادي ويمكن أحد أخباب بالفوص بدورة أبطال أفريقيا السنادي وفي الدورة بالتأكيد برضا حسين الشحات من سأب ماجي الأهلي هو كان بيلعب فين على الطرف ليمين على عكس عدلة حسين الشحات كلاعب كورة أساسا يعني لا حسين الشحات لعب أيمن أنا بقى كاستخدام كسلاح أنا عايز أستخدمه مثلا إنه يروع عجوم مش إنه يلعب دور بليه ميقر أو الجناح بس كولر من سأب ما جي إحنا شفنا حسين الشحات مركزه صغير صح بقى داخل من جاي من الجناح الشمال وداخل عدل عجوم شفنا دوت ماتش الزماني كبباروس بجنين كبباروس بجنين أنت توقت المجهود وتوقت التطور اللي أنت تعمليه أنت خليتيه بجنين برسيته مع مع موسيماني رغم أن موسيماني هو اللي كان مؤشر عليه هو اللي قال ما شفناش لكن شفنا متقلق مع كولر بس ويمكن كان عنده إصابات بردو بغض النظر يعني في فترة كان موجود يعني كان جاهز بدنانه فنانه وعلى مستوى الصحي كمان كان موجود ما شفناش منه ما شفناش برسيته اللي جاي من الدور الإنجليزي السنادي لأ شايفين شايفين لعب بريد لأ لعب يستحق كلب استشارة النادر يعني سألي فاتت لما برسيته كان فيه كلام إن احنا ممكن نمشيه قال لك أنا مصمم إن أنا أفضل موجود جوان لما مع كولر عرف يقرس زاي يعني أنا حلوة كولر بالنسبة لي إنه قادر يعرف يعني ماكمن القوة في كل لعب عنده وإزاي استثميره كهرباء مثلا ما كانش بالفنش العظيم اللي حين شايفينه فيه سنة فقت آه هدف بس عرف يطور ده عرف يخليه قدام الجون تارجت مان انت هدف كنت رح تجيب جون شفنا دوت في كهرباء محمد شريف مثلا بقى له فترة بيواجهه سوق حظ يا رهيب عمرنا عمرنا شفنا كولر مثلا تلعب في مؤتمر صحفي وهاجب لا دايما أنا مع محمد شريف أنا بس بتمنى أنه يزيد في الآخر شفنا دوت على المستوى النفسي محمد شريف هو اللي كان صاحب الهدف الرابع في مرات الكمة كل الحاجات يعني نفسيا ومعنويا وعلى المستوى البني والتدريبي لا الراجل بيتطور في المنظومة الهجومية بتاعته ده غير بقى الشغل اللي هو جاي من وراء مثلا بقى يعني خط الوسط أو الدفاعات إزاي بتفرق في المنظومة الهجومية لو التقلق برضو بتاع حراسة المرمة يعني الأربعة اللي عندنا مع المنتخب الأولمبي حمزة يعني لا بص في فعلا تطوير ده اللي احنا كنا بنأمله احنا القصة كلها مش عايزين حد يجي يعني يخلي نفس المستوى بتاع الأهلي هو هو احنا كنا عايزين حد يرتفل يطور كل لعب على حدة وبالتالي بعد كده هتلاقي تطوير في الفريق وبجد قد كان تحت قيادة كالر فشيء يضاف لي كمان كنا في الفقرة اللي فاتت ولو انت طبيعتين يعني كنا بنكلم عن الشق النفسي الشق النفسي اللي هو عامل كبير جدا لسه ما كانش عندنا الثقافة الشوية موجودة بس هو لي عامل كبير وده مؤثر بشكل إيجابي على الفريق عندنا شفناها لان بالطبيعة الحال لما انا بغيب لإصابة او بغيب لأي سبب وبعين بعود مرة تانية او بتروح مني بطولة وبعود مرة تانية الثقة لازم تكون اكيد قلت بالتالي الاستعدادات الكل حاجة فبحتاج اخصائي نفسي فدكتور بولوفا كنا بنتكلم عنه زائد الرحاق ده فعلا في وقت قصير بالمناسبة مع النادي الاهلي واضح على الملعب بالتأكيد بالتأكيد يعني خسارة السيزم الفات خسارة الدولي وخسارة بطولة أفريقيا ده يهد أي فرقة لو هي مين برضوك صح ان احنا بقى كنادي وكجهاز فني وكجهاز الأطباء عندنا انهم معرفوا ياخدوا بالهم من النقاط دي كلها ده شيء يحصل طبعا للنادي ككل منظومة فعلا او حاجة زي كده انا عايز اروح شوية للملف العالمي والمركات وبقى الصيف العالمي وايه أهم الصفقات اللي انت شفتها لحد دلوقتي عجبك او يعني كنت متوقحة او شايف ان هي بقى ليها رواق كويس والمستقبل يعني هو برضك لقد دلوقتي برضك مفيش الصفقة اللي احنا برضك يعني مثلا مفيش صفقة اللي تعقى عملة الضجة بس مثلا هي ميسي الأخيرة يعني بس يعني عمل الضجة عشان الناس مكادش متوقعة بس احنا كن متؤذرين وهيروح بقى يعني اخر مانا كنا نتكلم انه رايح الخليج وقعدنا ناسي بالأرقام اللي كانت هتطلع له حسن ناله بالمصري كم حتى في الاخر هو قال لك لا انا هروح رايح دماغي بقى شوية بقى وابقى جنب يعني برضك امريكا قريبة وشوية من الارجنتين فانا رايح دماغي على فاقي الأجازات يعني هو حاب يروع على نفسه في اخر كم سنة اللي في الكور برضك في نفس التوقيت لو هنبص على الصفقات المهمة مثلا برشلونة مثلا جندجان انه برضك مستغرة بالستيط ازاي فالرقص في لعب زي ده مكسب رهيب جدا لخط وسط برشلونة في كلام على بلنجهام انه ممكن نروح رايح المدريد صفقة انا شايفها هتزود رايح المدريد كوة على القوة اللي هو فيه يعني السكوادي الافضل في العالم هروح اجيب له يعني عنصر جديد يخليه اقوى مما هو كان ارسنال شكله سنة دي ناوي يعني ناويها اه يعني جاب هابردز وجاب ديكنا الريس هو وفق كان موسم بالنسبة له ورائع لكن سوق الحظ يمكن او التوفيق الاخير هو الضيعة لكن اه بزبط لكن ارسنال كان مقدم موسم رائع طبعا ارسنال يعني ككورة اللي عايز تفرج على كورة يتفرج على ارسنال يعني على مدار الزمن ارسنال بتقدم كورة عظيمة جدا هو الغريب ان ارسنال بيقدم كورة حلوة جدا لكن غايب عن التتويج ده برضو ده بتفسره ثقافة الفوز ثقافة الفوز يعني احنا هنا عندنا في القالة مثلا فيه احيانا ما بنبقاش في افضل احوالنا وممكن الجيم مش بتاعنا بس قادرين ان احنا في عز كل ده نعرف ناخد الجيم يعني ماتشوت عظيمة جدا احنا لا سويس بورتي صفاكسي ها وا 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 انت خلصت الماتش وانت ممكن ما كنتش افضل في افضل حل بس انت عارف ان الفوز هو الاهم بالنسبه لك فا بيكسب نفس الكصة دي عندي ارسنال ارسنال انا اهم حاجة عندي الكرة الجميلة ازاي ابدع في الملع فلا عمرو ما هياخد يعني دورة ازاي الدورة انجليزية بحجم وكمته والتنافسية اللي فيه مش هيجي باللعب الكرة بس لازم يبقى انت عندك كبرات ولازم يبقى عندك كتال على الفوز أنا شخصيا أنا مش فهمة لأنه تهنى بين التصريحات الخاصة بين التصريحات الخاصة بالنادي وشوية هنا كلام وبعدين نقيده وبعد يومين ثلاثة إيه وضع مبابي حاليا وليه حصل خلاف بينه وبين يعني بي أس جي مؤخرا وهل هو مكمل فعلا ولا النادي ما بياش متمثب به زي الأول ومفروض أنه هو الغاية 25 لأنه هو كمان ليه مستحقات يعني خليها نفهم والله أنا نفسي أفهم مما بيه هو شخصيا عايز إيه يعني هو مثلا طول الوقت أنا زيدان أعظم حدي بالنسبة لي ريال مدريد الحلم رونالدو قدوة بالنسبة لي أنا نفسي روح ريال مدريد يعني التكلم ده كله كان قبل ما يمضي اللوعة الجديدة مع بريدسين جرمان طب جميل ريال مدريد بيفاوت باريس عايز يجيبك ونفسه يجيبك وانت بيفاوت معاه يلا لأ أنا احتي باريس رغم الخلاف اللي شاهدناه وسمان عنه مؤخرا مع المالك جي تاني بعد فترة ناصر الخليفين أنا لا أنا عايز أمشي أنا مش مستريح أنا عايز روح ريال مدريد طب بقى ريال مدريد دلوقتي لو فوضك هل لو دخل في الصفقة بقوة هل انت هتقبل تيجي يعني السؤال دايما الإجابة عنده الإجابة عنده هو الإجابة في الآخر عند بريس كانت في فترة من الفترات تلع وقال اللي عايز من بيه يدفع 200 مليون على التربيز هو ياخد ده بس ده كم من قبل الدولار مرتفع عندنا احنا بقى الله أعلم الصفقة تيوصل كم دلوقتي بس أتمنى من بيه يجي ريال مدريد يعني الوحيد اللي قادري ويقود أحلام بقى الكاتبة الملكية بعد بنزيمة والجيلة إزاي بدأت فتت يعني رونالدو قبل كده بنزيمة أتمنى من بيه يجي يكمل بقى مع التيم اللي موجود دلوقتي وهالند على الصعيدة التانية لو كلمنا برضو مع مان سيتي يعني كتير بيقولك التقلق اللي هو كان فيه ربما مش هيفضل أو هيستمر عليه الموسم القادم معارفش ليه أصلا قاله كده بس أم سمعته أكتر من مرة زي صلاح زي صلاح بعد أول موسم ليه قالوله لو أنت الموسم الاستثنائي الوحيب يعني بالزبط لا هلند يعني بيلعب في خلينا نبعد عن هلند نفسه يعني نصيب هلند كده على الجنب بيلعب في منشستر سيتي بطل أبطال كل حاجة معك وارديولا معاه تيم هو الأفضل في العالم وهو كبقى كمهاجم لا هلند لسه ده يعني أنا مش عارف هو هيعمل لسه ناديع أكتر من اللي هو عامل السل اللي فاتت يعني ده كان فيه ليه ماتش السل اللي فاتت لما جاب خمس جوان مثلا في ماتش وارديولا خرجه وقالك أنا مش عايز أخليه جيب الساد الزراعة عشان مقتلش تموح فلا شخصية هلند ده لسه ده لسه بيقول يا هادي ده 22 سنة حاجة زي كده أكيد الدنيا هتبقى يعني كأسلوب دفاع من الفرق اللي هتواجهها أكيد هتشوف طرق أخرى توقفه بيها بس جوارديولا حيدور له دايما على الطريقة اللي يبدع بيها أكتر يعني هو مروض الفرقة كلها لتنفيذ طلباته هو يعني فرمينيو كانتي بن زيمة كريستيانو رونالدو دوري السعودي هل ده كله حيكلل في النهاية بنجاح ولا هي ظاهرة واخدى الأتنشن بتاع العالم حاليا ولكن لن تستمر ممتاز صراحة موجة نظرك يعني اللي جابة عند الصعادة نفسها هم شايفين ايه هم هلا هم عندنا هشوف ولا هم نفسوهم فعلا الدور بتاعهم يبقى قوة لو هم نفسوهم يبقى شوف ده ده حالة تخصوهم وانا شك في ده لأ انا شايف ان هم الناس ده عايزة تعمل حاجة ولو هم قرروا يعملوا ده انا اتوقع ان الدوري سعيدة هيتنقل نقلة تانية خالص يعني ده فيه كلام بردك ان هم عايزين يجيبوا محرز وهمني الاسامي اللي احنا نتكلم فيها دي طب هم هيلعبوا مين بقى يعني بقى يلعبوا بعضهم دربيات مع بعضهم هو الموضوع مش في الاسامي اللي هتلعب الموضوع زي ما قلتلي قبل كده في الحلقة اللي فاتت ده بينقل ثقافة تانية للدوري نفسه للعيبة السعوديين نفسهم اللي هم ثقافات مختلفة للكورة نفسها هيشوف الكورة بشكل مختلف الدوري نفسها هيبقى تنافسي بشكل أكبر من فترة هل هيبقى فيه متعام؟ خليني اقولك على حاجة برضو طارق لما انا اشوف مثلا اللعيبة مش من مش محليين انا لو هتكلم عن الدوري للبلد اللي انا بتتبعي الدوري محلي بتاعي شايف لعيبة اه تقال جدا بس مش من اللعيبة بتوعي مش محليين اصلا ومش من ولاد الانداء بتاعتي جبتهم من بره بأعداد كبيرة وهم شخصيات كبيرة ومحترمة ولا قيمتها وبيلعبوا طيب انا يعني هل انا كده بتكلم ان الدوري بتاعي بقى رائع ما انا جايب عناصر برضو مش بتاعتي يعني ما اقدرش اقول ان انا الكورة عندي بلدي التوارد هي ثقافة الكورة الاوروبية جت عندي لكن انا الكورة السعودية بتاعتي عشان تتطور بالخبرات الاجنبية دي اللي جاية هتاخد فيه اكيد خطرة بالضبط ده اكيد مش دلوقتي لكن المتعة الحقيقية ان انا اشوف تطوير اولاد البلد موجودين في الدوري المحلي متطورين انا من انصار الرأي ده بصراحة يعني انا متطفق معاك انت عشان تعمل حاجة زي دي وتستفيد منها اكيد مش يستفيد منها في التوقيت الحالي دلوقتي وفي نفس الوقت بردك انا ضد مبدأ ان احنا فين اللعيبة بتاعتنا احنا الشخصية انا ضد المبدأ ده يعني لو انت عايزة تعملي الدوري قوي وفي نفس الوقت بردك يبقى ليه معايير يعني الدوري انجليزي مسي فهو فيه يعني نبص على اي نادي كتا بص على اللعيبة الانجليز جوه الانداري وليلين جدا وده بيأثر على منتخب الانجليزي بيأثر على منتخب الانجليزي نفسه بس في نفس الوقت انت عاملها دوري هو الافضل في العالم يعني الدوري انجليزي هو الافضل في العالم لان انت سمحت بالاحتراف بمعناك كامل السعودية هتكسب من الموضوع ده اكيد هتكسب حتى لو مش في الفترة الحالية على اللونج تيرمي زي ما انت قلت لا انا ده شيء كده كده ما اكسب ده كده كده ما اكسب حتى لو مش هكسب دلوقتي إذا أنت شايف مزيد من الصفقات ربما مش هيدر أبدا أنا تمنى أن تبقى عندنا إحنا هنا بس إحنا عندنا كنا نتكلم من الأسبوع اللي فات تقريبا تحديدا على الملف ده كنا بنقول عشان نرتقي ونتطور برضو الموضوع اللي هي شق كبير سيولة ورأس مال كبير إنت عندك الكوادر الجميلة اللي أنا بتكلم عنها الكوادر القوية والمواهب العظيمة جدا وأولاد البلد الأندية المحلية وغيره بس يمكن ما عندناش المال والسعودية العكس فهي معادلة صعبة يعني في حاجة بتخدم على حاجة فهي دي أنا متفق معك يعني أتمنى يوم أمان إن شاء الله يعني نقدر نعمل ده وأتمنى صادق تستفيد بالقدرة المالية اللي عندها يعني بدل ما أشتري لمجرد أن أنا روج أو أن أنا أعمل شو لأ أنا أستفيد من الناس اللي أنا جايبها دي واحد زي رونالدو واحد زي فرميني واحد زي كل الأسامل اللي جاية دي دي قادرة تعمل ألبان في الكورة السعودية بص على كل حال في المجمل أنا بشوف العملاء السعودية لدلوقتي من التطوير الثقافي والحضاري ده شيء لازم يعني يتقلهم شابهوه السعودية كانت فين زمان وفين الكام سنة الأخرانيين دول من ناحية المرأة ومن ناحية الثقافة ومن ناحية حاجات كتيرة جدا بصراحة يعني تغيير رهيب تغيير جذري يعني وكان مطلوب لا يمكن عشرين تلاتة وعشرين بتتكلم في دولة زي السعودية كانت بثقافة يعني مغلقة بهذا الشكل بالعكس هم عندهم كوادر كتيرة جدا فكرة أكثر من رائعة فكانوا يستحقوا اللي حاصل دلوقتي يبقى فيه فرص كمان فهي كذبانة كده كده كفكرة أن هي بتحط نفسها على الخريطة بشكل مختلف وبتقدم نفسها للعالم بشكل مختلف العقلية نفسها العقلية اختلفت حتى طبعا أنت بتفرد بقى العقلية القديمة الرجعية أن هي تتقبل الحداثة احنا لو تذكرين التصريح العظيم بتعلم محمد صلاح من قلم من 30 آه هي من تعالتها أبوص تسؤولة بغضا من 30 بالضبط هو الفكري نفسه أنت بتفكر إزاي حتدير حياتك تفكيرك سليم حتدير حياة سليمة نكحة والعكس أكيد صحيح عشان كده بقولك النجوم دي بشكل ما أكيد هتفيد حتى لو مش على مستوى الكورة هتفيد في هنا وهو ده المهم أما غير هنا هو أقدر أغير كل حد والله هم اللي حيتغيروا مش أحنا لا 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 أشوف ما شفتش ابن رونالدو عامل ايه ده بقى سعودي خلاص نورتنا تاريك العادة والله شكرك جدا هتروح النهاردة تحضر التتويج إن شاء الله أنا دايما موجود في أيام التتويج إن شاء الله نورتنا وبشكر حضراتكم أكيد على متابعتي النهاردة ونشوفكم إن شاء الله يوم الحد وألف ألف مبروك علينا خلينا نفرح لكام يوم دول عشان لست أكيد عندنا يعني مشوار طويل جدا مع السلامة